فكرة التكوين، الشخصيات النسائية، أكيد حضرتك برضو بيكون عندك يعني شكل للملامح لكل شخصية يعني عايزة تطلعي مثلا الهادية عايزة تطلعي المتنمرة عايزة تطلعي القوية عايزة تطلعي الضعيفة منانا على إيه بتختاري الشخصيات؟ على الحكاية ولا بتكوني محددة وحضرتك بتكتبي بتكوني محددة إن الشخصية دي عايزها تكون كذا الشخصية دي عايزها تكون كذا هو كل شخصية أحيانا فيه شخصيات بتبقى بدقة في كتابتها وهي واضحة إلى درجة كبيرة وحضرتك محددة ملامحها واضحة كإني شايفاها وأحيانا كتير باخد من ملحظات طول الوقت الكاتب كإنه رادار بيشوف الأشياء اللي موجودة في العالم حوالي اللي بيقابلها في يومه مثلا وفي حياته فبيستفيد منها في رسم الشخصيات بعض الشخصيات بتبقى واضحة شخصيات تانية بتتشكل خلال الكتابة تظهر بقى معاك وحضرتك بتكتبي حتى ممكن فيه شخصية أبدأ فيها وأنا في زين إن هي شخصية همشية في الرواية تطلع عليها خط طويل في الموضوع أكتشف إن هي الشخصية دي شخصية أساسية والشخصية دي هي الممكن تبقى البطلة الأساسية في الرواية وليست البطلة الأولى أو البطلة الأول وتتغير موازين الحكاية أهو عيد الكتابة بناء على هذا التصور فأحيان كتير فيه شخصية بتبقى مدتها ثرية يعني هي شخصية متنوعة بس المهم إن الكاتب هو بيكتب يعني ينتبه لده ويعدل بناء على يبقى فيه درجة من المرونة يعني فيه بعض الكتاب بيدخلوا بمخطط ثابت وأولي وما بيغيروش أنا بحب أغير لو لقيت إن فيه شخصية خمتها أثرة أو أغنى فممكن أمشي وراها برواية مختلفة تماماً يعني بتحصل طبعاً تكلمنا عن دور الأب وتأثيره نتكلم شوية عن دور الأم وقد إيه الأم بتكون مؤثرة بشكل كبير جداً بشكل فطري يعني إحنا بنتأثر بأمهاتنا بالفطرة صحيح ومش وإحنا قصدين أو مش وإحنا عارفين وبنكتشف ده مع مرور الزمن يعني بنكتشف ده مع مرور الزمن إن أنا بنعمل زيهم بالظبط بنقول نفس الكلام بنقابل الناس بنفس الطريقة بنحب بنفس الحاجات بنحب بنفس الحاجات تأثير الأم من وجهة نصر حررتك ككاتبة أظهرتي إزاي في الرواية وبشكل عام رأيك إيه هو في الرواية طبعاً مؤثر جداً لأن الجدة رحمة هي الأم لرشيد وجابر يعني فأساساً هي الأم لرشيد وسميح ولا وجابر سميح ابن أختها السورية هي الأم لسلمة رشيد وفيه كمان بشرة أم شخصية جميلة فالأم مؤثرة جداً في الرواية يعني في رسم الشخصيات هي الأم مؤثرة في شكل عام في أي مكان أموماً طبعاً لكن التأثير ليس بالضرورة أنه يكون تأثير إيجابي أحياناً ممكن التأثيري بقى سلبي وزي ما حضرتك أشارتي إحنا كلنا البنات فيه كأنه فيه دورات كده مطلحقة أولاً التمرد على الأم والرغبة في الاختلاف مع الزمن ده في الأول بس لكن بعد كده بنيجي في لحظة معينة في سن معين ونكتشف أن إحنا كأننا هم بنتصرف أحياناً زيهم بالضبط يعني يتلاشى فكرة الرغبة في الاختلاف وأحياناً في حالة حتى يعني فقد الأم بيبقى فيه نوع من يعني المحكاة القصدية شوية كأننا عايزين نبقى صور منها أحياناً يعني فطبعاً دور الأم مهم جداً وإن كان في الروايات طبعاً بالضرورة أحياناً بنشوف الدور من خلال يعني حاجة سلبية مش بالضرورة أن إحنا بنشوف أهمية الأم من خلال أن إحنا هنطلع أم مثالية لأن الشخصيات في الروايات لو هنكتب عن شخصيات مثالية وكاملة فبش هيبقى فيه موضوع أساساً يعني أحياناً بنشوف ده من خلال دور أم شريرة أم متحكمة أم نرجسية فالفن بيخالينا نشوف الحاجة من خلال نقضها مثلاً تحرر الإنسان من ذكرياته يعني أو أنه يقرر أنه يقلب الصفحة ويحاول ينسى ماضي هل بنقدر نعمل كده؟ هل البشر بيقدروا يعمله كده؟ أم لا ده سعب؟ هو الماضي جزء مننا وإحنا نتاج الماضي بالنسبة من وجهة نظري إحنا بنقدر نتجاوز الماضي لما يكون عندنا حاضر ثري لما نبقى مستغرقين في الحاضر بنحقق نجاحات في الحاضر أو في نوع من الرضا والإشباع بالحاضر فده هو الضمانة الوحيدة اللي بتخلينا نتجاوز الماضي حتى لو كان ماضي مؤلم جداً ففكرة وجود حاضر ثري ومتنوع وحيوي هي بتبقى الضمانة الوحيدة لأن الشخص يقدر يواجه الماضي بتاعه لكننا في النهاية محدش يقدر يتخلص من الماضي بتاعه المهم هو فاهم هذا الماضي والتسامح معه من أجل التجاوز التصالح معاه طبعاً صحيح والفاهم أهم شيء فاهم الماضي